أطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي المرحلة 23 من قوافل ستر وعفية لأهل قرية غرب تيرة وتوابعها بمركز الحامول بمحافظة كافر الشيخ وذلك بمشاركة 19 كيانا من كيانات التحالف كما أطلق التحالف الوطني الأهلي قرية بورجم غيزل بمركز موتوبص بمحافظة كافر الشيخ قوافل ستر وعفية بمشاركة 18 كيانا من كيانات التحالف الوطنية حيث سيقدم التحالف خدماته لأكثر من 30 ألف مستفيد هي شمس محافظة كفر الشيخ فمع شروقها استيقظ أهالي قرية بورج مغيزل بمركز مطوبص ليجدوا خلية نحن من متطوع التحالف الوطني للعمل الآلي التنوية وذلك بوجود قافلة ستر عفيا الثانية والعشرين والتي جاءت لمشاركة أكثر من ثمانية عشر كيانا من كيانات التحالف هدفهم خدمة ودعم أكثر من 30 ألف مستفيد مشاركة هذا الكم الهائل من المؤسسات والجمعيات التابعة للتحالف الوطني للعمل أهل والتنموي طبعا وجميع الخدمات هنشوفها النهاردة موجودة وبيتم تقديم جميع الخدمات في جميع المجالات قفلات بشكل عام في جميع التخصصات سواء في القفلات الطبية أو في الكرنافال أو في معرض الملابس جاي من لهم 500 كيلو لحمة وجاي لهم بعيادات بطنة وأطفال وجاي لهم بصيدلية ميدانية وكل حاجة عندنا بالمجان عملنا مبادر التمكين الاقتصادي لتنمية المشروعات جيبنا الطنورة ولعبنا مع الأطفال وعملنا يوم كويس معهم جداً الحمد لله رب العالمين حزبتنا متنوعة من الخدمات تقدمها القافلة بداية من القافلة الطبية التي ضمت العديد من التخصصات للكشف والمتابعة والعلاج بالمجان ألف ألف شب وأنتو ناس كويسين جامد ونورتونا وشرفتونا وخففتونا إحنا لما لقنا أن في علاج هنا الناس كلها جات عشان تتعالق زينا نشكرهم ونقول لهم ألف شكر لكم والله يعني دي حاجة كبيرة وحاجة كويسة أنهم أزوع منهم معنا حاجة زيك إله يخليه ويبارك له ويديه الصحة ويحنن علىه ويفتحه باب الرئيس الرئيس حبيبي حبيبنا والله جزير ربنا على العمل اللي بيعمل كانت كشفت عاد وعاتوني علاجه وعاتوني برشاء جانب آخر من قافلة ستر وعفيا دائماً ما تحرص علي هو معرض الملابس الذي يناسر جميع الأعمار ويشمل على أكثر من سبعة آلاف قطعة بأسعار رمزية توزيع الملابس والله مفيد لنا كلنا والعلب يلبسوا الحمد لله الأسعار فيها رخيصة الحتة بعشرين جنيه وبعدها بساعة واثنين كده نزلوها لعشرة جنيه الناس كلها كتطلعة مبسوطة أنا من ضمن الناس أنا اشتريت فكرة كويسة جداً لأن الهدوم فيه بلاش وفيه في أسعارها كويسة يعني قطعة بعشرين من قطعة بخمسة وجديدة فيه منهم مركات يعني فكرة كويسة جداً صراحة هذا بجانب إقامة قرنفال للأطفال ومصرح للعرائس شكراً على تقديرهم اللي هم بيعملون كان حلو جداً ووزعوا لنا هدايا وشنط كتير وكان أحلى يوم في حياتي يعني أعملنا فترات وكان وجابه ميكي أعملنا يعملون قوافل زي دي كتير فعلاً بجد يعني الناس هنا أجايمة بالضرور الصحة يعني بالنسبة للمؤسسات اللي شغالة هنا فعلاً حاجة جميلة حاجة رائعة يعني ومبسوطة والرابرات مبسوطين والأطفال كان في هدايا وحاجات جميلة والقافلة الطبية كمان يعني بصراح حاجة جميلة ويعني أول مرة أشوفها يعني بشكر فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على هذه المبادرة جميلة وبشكر تحالف الوطني كما اهتمت القافلة بشق التنكين الاتصادي المتمثل في تمويل بعض المشروعات والمساعدة في أقامة مشروعات أخرى بالإضافة للمساعدة في فك كرب عدد من الغارمين والغارمات قطاع الغارمين بنطلق الطلبات الجديدة الحالات اللي عليها مديونيات وأضايا وهكذا يعني وبندرس موقفه بنبدأ نسجلهم في المؤسسة ونبدأ نشتغل عليهم عشان بإذن الله في مرحلة متقدمة شوية نسدد لهم المديونيات دي أو نخلص الأضايا اللي عليهم وموجودين كمان من قطاع التنفيذ برنامج تمكين اقتصادي بحيث بنوفر للحالات اللي بتيجي لو حد ما عندهش مصدر داخل فيه مشروعات علي غرامة قدمت في مصر الخيء وهم أوعدون ان هم يحاولوا يساعدوني يعني أحب أشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي عشان حضرته بيقدم لنا دعم كبير والنهاردة بالفعل تعتبر مبادرة جميلة من حضرته إنه بيقدم دعم خاصة للسيدات اللي هم أكثر احتياجا للمشروعات وكده انطلاق قوافع ستر وعافية بجميع محافظات مصر يأتي تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدعم نسيات الأولى بالرعاية ولا أكثر استحقاقاً وتماشي النأمع بهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنوي وفقاً لخطة الحماية الاجتماعية الخاصة للتحالف موسيقى